السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبايب امي في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني ومهتمة بالاكل الصحي اللذيذ واكل الدايت ومرضى السكر وحساسية الجلوتين ما تنسيش تشتركي بالقناة واتفعلي اول جرس عشان يوصلك كل يوم فيديو جديد هنعمل النهاردة الفطائر اللذيذة دي من غير اي نوع من انواع دقيق بهم نشويات هنعملها بالكوسة فقط ومكونات سهلة جدا وكلها قيمة غزائية وفايدة عالية يلا مع بعض نشوف المكونات والمئذير معايا اربع بيضات بحرارة الغرفة هحطهم في الخلاط كده زي ما احنا شايفين ونص كوب من اللبن او لو متابع الكيتو استخدمي نص كوب من الكريمة اللباني معايا كمان اربع حبات من الكوسة هنضفهم على المكونات اللي في الخلاط يعني هنحط الكوسة في الخلاط طبعا انا مقشراها وهخرطها بس عشان ايه انا ما تحط في الخلاط تصدر بسهولة يعني لو عايزة تستخدمي نص المئذير انا كتباها كلها في اخر الفيديو اقسمي كل مكون على تمين لان الفتيرة دي ما شاء الله فتيرة كبيرة فممكن تعمله نص الكمية بس ودلوقتي هبتدي اضيف الكوسة اللي قطعتها كده للمكونات اللي في الخلاط عندي وبس الخلاط ما كانش مكفي فانا هاخدهم على مرتين بس لو خلاط كبير ممكن تضيفي بقى كل المكونات مرة واحلة ودلوقتي هبتدي اضيف الفلفل الاسود لاني طبعا حتى بيض فعلشان انهي على ازدفارة البيض فحط فلفل اسود وهحط كمون وبصل بودرة وقرفة وملح وجنزبيل بودرة والبصل البودرة بيفرق جدا في الطعم وهحط كمان معلقة كبيرة من الباكينج بودر زي ما احنا شايفين والارفة بعد لما هضرب المكونات في الخلاط هكمل بقى ايه يعني هفضل منه شوية وهكمل الكوسة وهقول لكم هنضيف ايه كمان عايز اقول لكم ان الفطيرة دي لذيذة جدا طعمها رائع وكلها قيمة غذائية فوايدة عالية دلوقتي بقى هكمل بقية الكوسة في الخلاط وهقول لكم هنضيف ايه كمان معايا بقى الكشور السيليم ريت ميل وهقول لكم فوايدها اخر الفيديو وهي نفعتني جدا ازاي في تعبي هقول لكم كل حاجة بالتفصيل في اخر الفيديو حطيت منها تلات معالق كبار وملح بعد ما دربت المكونات بقى في الخلاط لقى الكوان بتاعها هضيف عليهم ايه هضيف عليهم كباية من بزور الشيا طبعا فوايد وزور الشيا ملهاش حصر وطعمها رائع هنا في الوصفة دي طعمها حقيقي طحفة طحفة ومحلية طعمة جدا دبية طبعا زي ما قلتلكم الفوايد وقيمة الغذائية العالية لها لو عاوزين تستبدلوا بزور الشيا بزور كتين مفيش مشكلة بس بزور الشيا الحقيقة طعمها بيكون احلى كتير هناخد منها كوب طبعا هي متوفرة يعني دلوقتي في كل مكان في السوبر ماركت وعند العطارين بزور الشيا موجودة متوفرة هنسيب بقى الخليط ده يرتاح لما هنسيب ويرتاح حوالي نص ساعة هنلاقيه قوام بتاعه فقل في الوقت ده انا عملت شاورمة الفراخ لان انا قررت ان انا احط عليها فراخ لكن لو عاوزين تحطوا بصوا ده قوامها بعدما سمنها ترتاح لو عاوزين تضيفوا لحمة مفرومة او سيفوت بقى تونة اللي تحبوه على الوش دي حاجات ترجع لكم حسب الزوء انا استخدمت على الحشوة فراخ جبت صنية وفرشتها ورقة زيبدة ودهنتها زيت زتون بس تضيينه زيت زتون كويس يعني وهبتزي ان انا اضيف العجينة معايا وهتدخل على فرن عالي بقى فرن عالي هبتزي ده وقت اضيف الفراخ الشاورمة اللي انا كنت عاملها انا بعملها بطريقة حلوة جدا انا بقى احط لكم لينك الفيديو اللي كنت عاملة فيه شورمة فراخ قبل كده في صندوق الوصف لو عايزين تعمله بالطريقة اللي انا نعمل بيها كنت بقى كمان حطة فلفل الوين يعني ومزبطوها الفرن يكون عالي وهنحطها على الرفل في النص ولما توصل لنص السوى يعني بعد حوالي نص ساعة هفتح الفرن وهحط الجبنة الموزاريلا ممكن تضيفه بدل الجبنة الموزاريلا جبنة شيدر او جبنة حلوم او يعني جبنة رومي اي نوع جبنة تحبوه لو مش عاوزين جبنة خالص مفيش مشكلة بس هي الجبنة بتحليها بس بعد كمان ربع ساعة هطلعتها بقى من الفرن ده كان شكلها الافضل ان احنا نستنيها تبرد علشان تتقطع معايا بسهولة لانها تبقى طرية يعني لو مش فارق معايا الشكل اللي ممكن تقطعوها سخنة لكن انا اما استنيتها تبرد تقطعي تهيب كله سهولة قطع جميلة متساوية طعمها رائع ومناسبة جدا لكل انواع ضايت وللسكريين هيتبستوا منها جدا جدا لانها ما فيهاش اي نوع من انواع تزقيق وخليها تماما من المشويات شايفين طبعا اللون بتاع الفطيرة ليه اخضر علشان احنا مستخدمين فيها كوسة يعني رغم اني كمان كنت مقشرة كوسة يعني حتى لو مش هتقشرة كوسة اللون هيبقى اغمق كمان اكتر من كده بصوا بقى شكلها من لما بفتحها قدامكم بصوا بقى يعني طعمها مش قادرة بصفلكو كانت رائعة رائعة ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكو جدا هقولكو بقى السليم انا نفعني جدا انتوا عارفين طبعا حبيبي ان انا كنت تعبانة من الكورونا وكنت باخد ادوية كتير قوي ورغم اني ما كنتش باكل اي حاجة فيها نشويات يعني زوجي صراحة كان بيعمل لي كل الاكل من غير نشويات خالص ولا عيش ولا رز ولا اي حاجة ورغم ذلك من كتر الادوية بطني اتنافخت جدا وما كانش نافع اي علاج للقولون اللي نفعني ان انا بقيت بقى لما شدت حيلي كده وقدرت اقوم اعمل الاكل بقيت اعمل الوصفات اللي بيتضاف لها سليم فالسليم نضاف لي القولون الحمد لله وريحني جدا جدا لانه هو بيساعد انه هو يعني بيريح القولون لانه هو بيخرج كل الفضلات اللي فيه طبعا المعدة ما كانتش بتعرف تخدم كويس بسبب الادوية الكثير اللي كنت باخدها بتاعت الكورونا وكمان انا كنت نايمة في السرير فما كانش فيه حركة فكل ده خلى بقى بطني اتنافخت جيمت فعملت ايه اول ما ما قدرت اقوم اقف واشد حيلي طبعا انا كنت تعبانة بقالي عشرين يقوم اول ما بدأت اقف يعني اقدر اعمل فبقيت اعمل وصفات واضيف لها السليم والكيس ده هو متوفر في كل السوبر ماركت يعني اغلب السوبر ماركت الكبيرة هتلاقي فيها سليم انا بجيبه من سعودي كل الفراع فيها الكيس ده بيقعد معاك فترة كبيرة لانك بتستخدمي في الوصفة معلقة معلقتين بالكتير فهو بيقعد معاك فترة ممكن يقعد معاك سنة هنا لما كنت مقطعها وهي سخنة لو مش فارق معاكو الشكل ممكن تقطعوها وهي سخنة طبعا كانت لذيذة جدا 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 واكلها طبعا يعني بتاكلوا منها هتشبعوا وما بتزودش الوزن بما ان ما فيهاش اي نوع من انواع دقيق ولا اي نشويات خالص ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم ومستنية رأيكم في التعليقات واشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات جديدة ودلوقتي المقادير هتظهر قدامكم على الشاشة زي ما قلتلكم ممكن تجربوه في نص الكمية انا عاملة كمية كبيرة بس ممكن تقسمو كل المكونات على اتنين اتدعم يا بنات باللايك والشير وسبسكرايب ياريت ما تنسونيش في اللايك والشير وان شاء الله تجربوها وتعجبكو جدا باذن الله دي المقادير اهي قدامكم اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة